ينص نظام روما الأساسي بوضوح شديد على أنه لا يوجد شيء يسمى الحصانة الوظيفية لذلك يمكن توجيه الاتهام إلى أرسولة فون دير لاين، ريشي سوناك، إيمانويل مكرون، وأولاف شولتس بتهمة التواطئ مرحباً بالجميع، أنا باسكال من دراسات الحياة واليوم أتحدث مرة أخرى مع البروفيسور الدكتور ألفريد ديزايس خبيرنا في حقوق الإنسان والقانون الدولي كان البروفيسور ديزايس يعمل كمحام كبير في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثم أصبح أول خبير مستقل للأمم المتحدة في النظام الدولي من عام 2012 إلى 2018 حصل على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد ودكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة جوتنغن الألمانية الدكتور ديزايس هو أيضاً عضو في معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام حيث قدم هو وفريقه مؤخراً قضية قانونية ضد أرسولا فون ديرلاين وشارل ميشيل وجوزيب بوريل وهذا بالضبط ما نريد التحدث عنه إنها ما يسمى بالاتصال دكتور ديزايس مرحباً بك شكراً جزيلاً لك باسكال على دعوتي مرة أخرى وعلى إعطائنا الفرصة لعرض مبادرتنا لجمهور أوسع بالفعل معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام تحت قيادة الدكتور جابرييل غاليس ونائب رئيس ناجيل إيمانويل جاكيه مقره هنا في جنيف لدينا تاريخ طويل في عقد مؤتمرات سلام هامة ومؤتمرات حول الإعلام ومؤتمرات حول الوساطة منذ أن بدأ الإبادة الجماعية في غزة لنكون واضحين هذه الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر 2023 الإعلام السائد يعطي انطباعاً بأن هذا هو دفاع إسرائيل عن نفسها ربما دفاع مفرط عن النفس ضد الفلسطينيين لكن لا الحرب بدأت في الأساس كحرب استعمارية كحرب استيطان في عام أفلتيرفن سافن آربين عندما وقعت النكبة تشير النكبة إلى طرد ما يقرب من مليون فلسطيني من منازلهم والتدمير التدريجي للشعب الفلسطيني من خلال التطهير العرقي إنها مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ولكن ببطء الجميع يتذكر صبراً وشاتيلة والعديد من الهجمات على مراكز اللاجئين الفلسطينيين وكذلك العديد من جرائم الحرب التي حدثت مع الإفلات التام من العقاب من جانب إسرائيل ولكن الآن نحن نواجه شيئاً أكثر حدة هجوم شامل على السكان المدنيين في غزة على الرغم من الانطباعات التي قدمتها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوموند، بي بي سي وفرانكفورتر الجمينة سايتونغ دعونا نواجه الأمر الضحايا كانوا دائماً الفلسطينيين الجناة كانوا الإسرائيليين الإسرائيليون هم الذين يفرضون الاستعمار الاستيطاني في أرض كانت محتلة بسلام من قبل الفلسطينيين لآلاف السنين هاذن الواظر من مصمين يشبه الأوروبيين البيض الذين جاءوا إلى جنوب أفريقيا وأزاحوا السكان الأفارقة الأصليين ووضعهم في البنتوستنات واستخدموهم كأعمال رخيصة هيسل ذا فعلت إسرائيل في منصرساتها الاستعمارية لكن هناك شيء واحد هو تقليل الفلسطينيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية ومعاملتهم تحت نظام الفصل العنصري والذي بالمناسبة وصفه رئيسي جيمي كارترد بالفعل في عام 2006 بأنه فصل عنصري جيمي كارترد الذي هو رئيس سلام حقيقي أراد بصدق تحقيق السلام العالمي على مدى العقود الماضية قدم العديد من المقترحات حول كيفية تحقيق حل الدولتين وبالطبع البديل هو حل الدولة الواحدة ربما تعرف الكتاب الذي البروفسورة فرجينيا تيلي عن حل الدولة الواحدة ولكن بالعودة إلى عنف إسرائيل عنف قوات الدفاع الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة فهذا ليس مجرد عمل من أعمال الهمجية بل يصل إلى عتبة الإبادة الجماعية يتذكر الجميع كيف حدث الإبادة الجماعية في رواندا عام ألفد سنة عبر تسين في ذلك الوقت تسائجنا الناس كيف يمكننا نف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا حسناً هذا ما فعله العالم العالم سمح بحدوث ذلك فرنسا سمحت بحدوث ذلك الولايات المتحدة سمحت بحدوث ذلك بعد ذلك كان هناك التزام لن يتكرر ذلك أبداً قلنا إننا لن نسمح بحدوث الإبادة الجماعية أمام أعيننا حسناً نحن نراها اليوم نراها على شاشاتنا نراها على التلفزيون نسمع أصوات الناجين لدينا تقارير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جمعية الهلال الأحمر ومقرري الأمم المتحدة فرانشيسكو ألبانيزي نعم لدينا كل الأدلة التي نحتاجها نرى أن هناك نية لتدمير كلياً أو جزئياً نحن نعلم أن نتنياهو يعارض تماماً حل الدولتين لا يهتم بأن محكمة العدل الدولية قد أصدرت ثلاثة أوامر تقول بشكل أساسي أن هناك أدلة على الإبادة الجماعية لم تعلن المحكمة بعد أن هذا إبادة جماعية سيأتي ذلك في الحكم النهائي على الأسس لكن المحكمة قالت بسبب هذا نصدر تدابير حماية مؤقتة كان هناك ثامنها الأول في السادس والعشرين من يناير من هذا العام لقد تم تجاهلهم تماماً من قبل إسرائيل بدعم وتواطئ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وآخرين هذا ما أعطانا الفكرة في وقت سابق من هذا العام دعا المحكمة تقرر في مسألة الإبادة الجماعية دعا المحكمة الجنائية الدولية تقرر بشأن الطعون المقدمة لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع موكاني يوزهمنا كمجتمع مدني في التركيز على مسألة التواطئ لا تحشدث الإبادة الجماعية في فراغ أن هناك جميع أنواع العلاقات المتداخلة من الوقت النومات الأوروبية إنيقراب بيث دي قاد خاصة لدول الاتحاد الأوروبي قد قدمت دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا لإسرائيل لقد دعمت إسرائيل دبلوماسيا إذا نظرت إلى تصريحات أرسولا فون ديرلاين وشارل ميشيل وجوزيب بوريل في أكتوبر ونوفمبر ويناير من هذا العام سترى أن هناك دعما كاملا لإسرائيل وانقلابا في الأدوار يتم تقديم إسرائيل كضحية للإرهاب ويتم تصوير الفلسطينيين كإرهابيين هذا النوع من التحريض لقل على الكراهية ضد راهيه هو ما نرى التحريض على الكراهية ضد الفلسطينيين بشكل عام الجميع يتم دمجهم ورؤيتهم كإرهابيين وأشخاص عنيفين لا يستحقون دولة ولجنة تيمستيل أكثر من كافية لأشخاص يقولون ترسميا إنه ديوينت سايد غزفة على جميع المستويات من الجنود أعتقد أولون دافيذي وآخرين قالوا ذلك أي هناك العديد من التصريحات التي تذكرنا بالحرب العالمية الثانية وألمانيا النازية خاصة الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الخاصة ليس فقط مع اليهود بل أيضا مع الروس والأوكرانيين والبولنديين كأنتر منشين هذا نهج عنصري للغاية لدينا في الغرب غالبا ما نعرف أنفسنا بأننا الأخيار كالأشخاص المتحضرين ثم نرى الجميع أقل منا هذا واضح في نوع الفصل العنصري الذي عانى منه الفلسطينيون لمدة 75 عاما بالعودة إلى المسؤولية الجنائية فإن المجتمع الدولي من خلال المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد أسس فقها قانونيا حول قضايا التحريض على الكراهية العرقية والتواطئ والآن بشكل اللي لافين بحاك الملموس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ورسولا فون ديرلاين كنت تتوقع أن نيصر الاتحاد الأوروبي ليس لأن بالبال فعل في عام 2004 دما أصدرت محكمة العدلة الدولية رأيها الاستشاري بشأن الجدار الذي ثقى بشكل من هجيانتها كاتت فاقيات جنيف العام ألف تشارمين تيسنو أربين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل الإلخ كنت تتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات وليس الاستمرار في الأعمال كالمعتاد مع إسرائيل عندما أدانتها محكمة العدل الدولية لانتهاكها جميع هذه المعاهدات الآن هذا المعيار المزدوج هو ما يسيء إلى مفهوم سيادة القانون ومفهوم الحضارة نفسها يشير الاتحاد الأوروبي بأصابع الاتهام إلى الأفارقة والآسيويين لانتهاكات حقوق الإنسان ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإنهم لا يمانعون يستمرون في دعم إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا ويقومون بأعمال تجارية ماهم لقد اعتمدت الجمعية العامة على مدى الخمس سفنين عاما الماضية العديد من القرارات المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حتى مجلس الأمن لديه قرارات بشأن هذه القضية كنت تتوقع أن يدعم ممثل الاتحاد الأوروبي ويؤيد ويعزز تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ليس إيو هذا هو الحال كل هذا أثر علينا وليس فقط علينا في معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام بل أيضا على زمدين في فرنسا لقد تلقينا مساعدة كبيرة من مجموعة من الحامس الفرنسيين الليثين كيرنا أوريدن يشعون تخيبة أمل من الاتحاد الأوروبي إنهم مصدومون من أن الاتحاد الأوروبي يتصرف بطريقة لا تتماشى مع هدة الشبونة وخاصة المادة نينة التي تتناول حقوق الإنسان والحريات الأساسية نظرا لهذا الوضع أصدرنا رسالة لم نرغب في القفز فورا والذهاب إلى كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قمنا بصياغة رسالة طويلة تم إرسالة إلى أرسولا فون ديرلاين شارلز ميشيل وجوزيب بوريل ولم نتلق أي رد على الإطلاق ثم كانت هناك رسالة متابعة مرة أخرى لم يكن هناك رد ثم أصدرنا بيانا يوضح مخاوفنا تشمل مخاوفنا الحاجة إلى السلام وقف إطلاق النار الفوري الوساطة المصالحة وعادة الإعمار الفلسطينيون لن يختفوا هم موجودون هناك قد ترغب إسرائيل في طردهم جميعا لكن ذلك محظور تحديدا في المادة تيستيسن أربين من اتفاقيات جنيف لعام أفنشاين بتيستيسر أربين التطهير العرقي جريمة وقد تم إعلانه ليس فقط جريمة ضد الإنسانية بل أيضا إبادة جماعية تنص قرارات الجمعية العامة على أن التطهير العرقي هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية لذلك شعرنا أنه يجب علينا لفت الانتباه إلى هذا الأمر يجب أن نضع أرسولا فون ديرلاين في الحسبان لأنها متواطئة في الإبادة الجماعية كما قلت في غياب رد من الاتحاد الأوروبي فإنهم ببساطة يتجاهلونك أنت غير موجود وثائقك غير موجودة أنشر بشكل متكرر في كاونتر بونش في الولايات المتحدة وضعت في كاونتر بونش الرسالة المفتوحة والمتابعة للرسالة المفتوحة والبيان جعلنا سالأمر علنيا جدا أننا كنا سنقدم شكوى تواصل إلى المدعي العام لذلك في الخامس والعشرين من مايو هذا العام فعلنا ذلك أخيرا هل يمكنك توضيح ذلك أكثر قليلا ماذا يعني التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لقد كتبت هذا المستند الطويل جدا سأعرضه هنا أعلم أنك تملكه هناك أيضا إنه مستند قانوني طويل ومصاغ بشكل جيد جدا حيث تشرح فيه جميع الشكاوى المقدمة الاختصاص الخلفية والمعايير العامة للتواطئ أنت حقا تقدم الحجة بأن الاتحاد الأوروبي متواطئ ثم ريس ماليري تول سلتسين تمز تاريس فيدخان يوسوى أتسنالك هذي ثايست طلب الله مسبيك من المحكمة الجنائية الدولية من المجتمع المدني هل هذا صحيح؟ بالضبط تمنح المادة خمساستاسور من نظام روما الأساسي المدعي العام السلطة التقديرية لبدء التحقيقات أو طلب أوامر القبض بناء على المعلومات التي يتلقاها يمكن أن ترسلوا هذه المعلومات من قبل الدول أو المنظمات الحكومية الدولية أو المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بالمناسبة لدينا صفة استشارية مع الأمم المتحدة ونشارك في مجلس حقوق الإنسان ومختلف المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة الأمر متروك له للتصرف بناء على هذه المعلومات أو تجاهلها لهذا السبب قمنا بالإعلان العلني وأصدرنا بيانا صحفيا وقد تم تناوله في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا لذلك كان له تأثير جيد البيان الصحفي لكن عجلات العدالة تدور ببطء شديد لا أرى كريم خان يصدر مذكرة توقيف بحق أورسولا فون ديرلاين في أي وقت قريب لكن ما آمله هو أن يتم فتح تحقيق هذا من شأنه أن يمنح المحكمة الجنائية الدولية إمكانية توسع في مفهوم التواطئ ما هو التواطئ بالضبط؟ في مذكرتنا القانونية نوضح بشكل صريح محتوى هذا التواطئ في الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي، الدعم المالي، الدعم الدبلوماسي، الدعم السياسي، إلخ الآن لديه كل شيء بين يديه، لديه فريق كبير من المحامين الذين يمكنهم إعداد توصية للقضاء حتى يتمكن القضاء من إصدار مذكرة توقيف لكننا نحتاج إلى أشخاص مثلكم في الصحافة لإعطاء هذه المبادرة رؤية المبادرة من ناحية القانون الدولي قوية إنها ضم النظام روما الأساسي وتتوافق مع هدف ومحور المحكمة الجنائية الدولية كما أنها تتوافق مع هدف ومحور محكمة العدل الدولية دعونا نرى الصورة كاملة لدينا قضية جنوب أفريقيا التي رفعت ضد إسرائيل في ديسمبر 2023 وأول أمر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير من هذا العام في هذه الأثناء انضمت عدد من الدول إلى جنوب أفريقيا بما في ذلك نيكاراغو وكولومبيا والمكسيك التي تدفع من أجل قرار بشأن الأسس من قبل محكمة العدل الدولية بأن هذا إبادة جماعية لكن هذا لا يعالج مسألة التواطئ في الإبادة الجماعية سيكون ذلك لنقل اكتشافا عقائديا سيكون مفيدا جدا للمحكمة الجنائية الدولية وهي المؤسسة التي لديها الصلاحية لإصدار مذكرات توقيف كما تعلم لا توجد حصانة وظيفية لأورسولا فون ديرلين تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي بوضوح على أنه لا يوجد شيء اسمه الحصانة الوظيفية لذلك يمكن اتهم أورسولا فون ديرلين ريشي سوناك إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس جميعا نعم أعتقد أن هذا مهم حقا من جانب محكمة العدل الدولية لدينا دول تقاضي دولا أخرى مثل جنوب أفريقيا التي تقاضي إسرائيل في محاولة لإثبات أن هناك إبادة جماعية تحدث على الرغم من أن هذه العملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا إلا أن التدابير المؤقتة تشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك الأدلة ساحقة لكن العملية يمكن أن تكون مطولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية هناك أداة في القانون الدولي يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة لصناع القرار على سبيل المثال قرر فلاديمير بوتين عدم السفر إلى جنوب أفريقيا العام الماضي على الأرجح بسبب المحكمة الجنائية الدولية لكن النقطة أيضا أعتقد أن الشيء المهم الذي تعلمته مما تفعله هو أنك لا تحتاج أن تكون حكومة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تفعلوا ذلك أيضا الحكومات مثل جنوب أفريقيا قد لا تصدر بلاغا إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أرسولا فون دير لاين لأنها لا تزال بحاجة إلى التجارة وما إلى ذلك ولكن إذا طلبت العديد من منظمات المجتمع المدني ذلك ليس فقط أنت بل آخرون عن طريق تنزيل النماذج وملء قضاياهم وتقديمها فقد يكون هناك دفع من المجتمع المدني نحو المحكمة الجنائية الدولية لبدء التفاعل كما تقول بشكل صحيح بيئة الإعلام حاسمة إذن هذا هو النهج الذي تتبع أليس كذلك؟ بالمناسبة يمكنني إرسال ذلك إليك لقد أصدرناه للتو قدمنا القضية للمدعي العام في الخامس والعشرين من مايو لقد حصلنا على تأييد من العديد من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأساتذة والخبراء هذا سيعطي وزنا إضافيا للشكوى نحن نرسل قائمة محدثة بالمنظمات التي تؤيد المذكرة القانونية من بينها الجمعية الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي المنظمة الإسبانية الرائدة في نظام حماية حقوق الإنسان الدولي رئيس الجمعية هو زميل سابق لي في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة البروفيسور كارلوس فيلان دوران لتتوفق توتو الشخصية أستاذ أوت الجميع صفته عادي بصفتها من المنظمات الدف حكومية تعطيك الآخرين على هذا المائمة فتي اكتسبوا زخما من الظهور لخصد أرسلان هاي اللوموند ديبلوماتيك للأسف لم نحصل على أي رد فعل من لوموند ديبلوماتيك لم نحصل على أي رد فعل من تريبيون دي جنيف أو أي صحف رئيسية لأنهم جميعا يبدوهم مرعوبون يبدو أنهم جميعا خائفون وهذه مشكلة إنها مشكلة إدراك لأننا تم تلقيننا تم غسل أدمغتنا للاعتقاد بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويجب أن ندعم إسرائيل إلخ إلخ ولكن عندما تقول انتظر لحظة هل هذا صحيح؟ وهل تتصرف إسرائيل كدولة تحت حكم القانون؟ هل تحترم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت ولايتها القضائية؟ عندما تدرك أن هذا ليس هو الحال تثار العديد من الأسئلة الأخرى تجد أن وسائل الإعلام الرئيسية بدلا من إبلاغ المجتمع والقيام بدور حارس حقوقنا هي في الأساس غرفة صدى لواشنطن والبنتاجون وإسرائيل من المؤلم أن تقبل نوهامك حول القانون الدولي والمؤسسات الدولية التي أنشئت لحماية حقوقنا لا تتوافق مع الواقع هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستسلام عن تستمر وتثابر وتصر وتصدر على استعادة حقوقك لزبا مكنهارا حيني وووثان رمات هاتو هذه الحالة كلها بشكل مروع وبشع مع مرور الوقت رأينا الضغط القانوني الدولي يتزايد مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والآن السيد خان طلب بالفعلات خاذ إجراء في المحكمة الجنائية الدولية ضد انتنياهو وجل أنت أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس وهو أمر مثير للسخرية لأنني أعتقد أنه إذا تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من القبض على هؤلاء الثلاثة فسيكونون محميين بشكل أفضل في الحجز مما هم عليها الآن لكذا نتوغروت في رغمينيبة يمكنني تخبر كيف أن إسرائيس غاضبة جدا من هايجرا إذن هناك شيء والاحتجاجات الطلابية كلها تتحرك في هذا الاتجاه هناك قوة في هذه العملية سؤالي هو إذا لم تكن أنت فقط ولكن إذا كتبت منظمات المجتمع المدني الأخرى أيضا رسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية تقول اعتقلوا فاندير لاين اعتقلوا فاندير لاين هؤلاء الناس يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية اعتقلوهم هل تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة بما فيه الكفاية هل لدى هذه المؤسسة داخليا القدرة على البذء فعليا في التحرك في هذا الاتجاه حتى ولو بمجرد التحقيق نعم أنا متفائل بأنهم يستطيعون ويجب عليهم ذلك الآن سيكون ذلك تحت الضغط ربما سمعت وقرأت في الصحافة أن سيناتورنا الناري من ساوث كارولينا لينسي غرهام اتقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكين وناقش إمكانية فرض عقوبات ثنائية على المحكمة الجنائية الدولية قد تتذكر أنه في سنوات ترامب فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى المدعية العامة آنذاك فاتو بن سودا وموظفيها وقد أدانت ذلك بشدة منظمة هيومين رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية لقد تأثرت كثيرا بشجاعتهم في القول ماذا تفعلون؟ لا يمكنكم ابتزاز العدالة الجنائية الدولية لا يمكنكم وضع القضاة على قائمة العقوبات إنه أمر سخيف للغاية إنه يقلب مفهوم سيادة القانون واستقلالية المحامين والقضاء رأسا على عقب هناك أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين يريدون فرض عقوبات على المحكمة الولايات المتحدة بالطبع ليست عضوا في نظام روما الأساسي لقد وقعت عليه بالفعل في عام ألفين سامبينتين تنمين وتسين خلال إدارة الرئيس كلينتون ولكن في عام 2002 قالت كوندوليزا رايس إن الولايات المتحدة ألغت توقيعها هذا غير صحيح لا يمكنك إلغاء توقيع وثيقة ما يمكنك فعله هو إرسال خطاب إشعار إلى الوديعة لنظام روما الأساسي تفيد فيه بأنك تنوي أبدا التصديق عليه بهذه الطريقة تكون حرا في تقويضه وهذا ما فعلته الولايات المتحدة بشكل منهجي منذ عام 2002 مع حوالي ثمين اتفاقية ثنائية للإفلات من العقاب لقد وقعت الولايات المتحدة هذه الاتفاقيات مع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تنص على أنه إذا كان هناك أي قضية ضد مواطن أمريكي فلا يسمح لهم بموجب هذه الاتفاقية الثنائية بتسليم أمريكي إلى المحكمة الجنائية الدولية بالطبع هذا يتعارض مع هدف وغرض المحكمة الجنائية الدولية هذه الدول الثمانون التي يجب أن تكون قد تعرضت لضغوط كبيرة ما كان ينبغي لها أن تدخل في تلك الاتفاقيات هذه الاتفاقيات باطلة ولاغية من البداية لأنها تتعارض مع الأخلاق الحميدة إنها تتعارض مع الأخلاق الحميدة كما هو مذكور في المادة 53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات حسنا دانها مروج ميلاري سيد خاصة تبيك هل تلقيت إشعار من المحكمة كزواني يو سمت مياس سليه نعم فتثي تلقينا الإختار في اليوم التالي لذا نحن بخير السؤال هو ما إذا كانت المحكمة التي كما ذكرت تعمل ببطء ستتخذ فعلا الأمر متروك لتقدير كريم خان أن يتصرف أو يتجاهل الأمر ليس الأمر مثل الإحالة إذا كان لديك إحالة من مجلس الأمن أو من دولة فعلى المدعي العام أن يتخذها ومع ذلك لا يتوقع أن تأمر من غير حكومية المدعي العام بتولي شيء ما ولكن إذا كان صادقا في ولايته وفي المادة 15 من نظام روم الأساسي فعليه أن يتصرف هذه ليست مسألة جرائم حرب بموجب المادة التمامنين إنها مسألة إبادة جماعية الجريمة القصوى بموجب المادة السكتي من نظام روم الأساسي وفي المثال قد حدثت الإبادة الجماعية بالفعل يجليك منع الإبادة الجماعية وهذا هو المكان الذي فشل فيه الاتحاد الأوروبي تماما لم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئا لمنع الإبادة الجماعية ونيكاراغوا قد تتذكر قدمت قضية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية أخذت محكمة العدل الدولية إنها قضية مسجلة ويتم فحصها لكن للأسف تراجع القضاء في محكمة العدل الدولية كان يجب على القضاء إصدار أمر لألمانيا بوقف أي تسليمات عسكرية لإسرائيل قررت المحكمة إن الأمر ليس عاجلا أعني هذا سخيف لا يوجد شيء أكثر إلحاحا من وقف الإبادة الجماعية إحدى الطرق لوقف الإبادة الجماعية هي فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل دادس مالكتونيونيرول الشجارة للقيام بذلك دفاعا عن المحكمة إذا كنت أتذكر بشكل صحيح جادلت ألمانيا بأنها لا تساعد في الإبادة الجماعية وأنها لا تفعل أي من الأشياء التي تتهم بها ثم قالت المحكمة حسنا إذا كنتم لا تفعلون ذلك استمروا في عدم فعلي لذا سنراقبكم ألمانيا إذا تبين في الواقع أنكم تفعلون ذلك ستكون هناك مشاكل يوشي مقاك نيون وواقب قرأته في الصحافة الألمانية لهذا الموضوع قال إنه ينبغي تقليل من شأن أمر محكمة العدل الدولية لأن المحكمة أكدت كل ما سبق أن ذكرته في قضية جنوب أفريقيا ضد ألمانيا زمن الأطصيد يوشي تلك الأوامر الثلاثة لمحكملات العدل الدولية ضد إسرائيل أنه يبقى بأسسواني لأي دولة أخرى تعادلت لهذه في جهة الإبادة الجماعية الممكنة إذا فعلت ذلك فإنك تعرض نفسك للمساءلة كرئيس دولة أو رئيس حكومة أنت لست محصنا بحكم منصبك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تأتي وتأخذك هذا هو التهديد الذي نحتاجه أليس كذلك؟ نحتاج إلى توضيح لهؤلاء القادة أنهم لا يمكنهم التصرف دون عقاب المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الوحيدة التي لديها القدرة على القيام بذلك نعم ملاس كما قلت لقد كنت مؤمنا بقوة المحاكم والهيئات القضائية أعتقد أن قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة ستكون جيدة إذا ركزت على سيادة القانون وتعزيز المحاكم والهيئات القضائية المحلية والإقليمية والدولية أنا أعضو في منظمة غير حكومية في سان فرانسيسكو تدعى الميثاق القانوني Legal Pact.org نريد تعزيز هذه المؤسسات أنا أعلم بأنه عندما يتحدث يكون الجناء دولاً مثل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو إسرائيل يكون من الصعب تقديمهم للعدالة مقارنة بشخص مثل البشير من السودان أو غير من القادة الأفارقة هذا أحد الأسباب التي تجعل هناك شعوراً بالاستياء في الاتحاد الأفريقي بشأن عضويتهم في نظام روما الأساسي قبل بضع سنوات كان هناك بالفعل حركة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بشكل جماعي أستطيع أن أرى ذلك يحدث بسهولة إذا فشلت المحكمة في توجيه الاتهام إلى نتنياهو أو ما هو أسوأ تخيل هذا السيناريو المحكمة لا توجه الاتهام إلى نتنياهو ولكنها توجه الاتهام إلى أعضاء من حماس سيكون ذلك بمثابة صفعة في وجه العالم للأغلبية العالمية بحيث يمكنني حقاً رؤية مغادرة سيكون ذلك آخر مسمار في نعش المحكمة الجنائية الدولية لقد كانت بدايتهم مضطربة أعتقد أنه كان خطأاً من ثلاثة مدعين عامين فتح تحقيق وعدم إصدار لوائح اتهام ضد القادة الغربيين المتورطين في الهجوم على شعب العراق في عام 2030 بالتأكيد كان يجب أن يمثل توني بلير أمام المحكمة بالتأكيد كان يجب أن يتهم خسيه ماريا أثنار من إسبانيا والعديد من القادة الذين شاركوا وقدموا المساعدة والراحة للولايات المتحدة في عدوانها على العراق إذا أرادت المحكمة أن تؤسس سلطتها ومصداقيتها فلا يمكنها تحمل استخدام المعايير المزدوجة لا بس يمكنها تحمل استبعاد القادة الغربيين ثم التركيز فقط على الأفارقة أو على بوتين على سبيل المثال أليس آرس إذا لم أدار ويش نوذالك نغزيم أترحى نالو مارا وعاوري تلتحكم ورد دكزيم أمرد فرسوار نموكف نافجب بروكيا نموكف نافجب بروكيا نموكف نافجب بروكيا الإبادة الجماعية ووقف الحرب أو سنوقف جميع العلاقات التجارية معها إذا ستنجيس استرائيل حتى إذا أوقفنا العلاقات الدبلوماسية معها إذا أوقفنا العلاقات التجارية نموكف نافجب بروكيا حسناً بعض العلاقات التجارية مع إسرائيل حسناً بعض العلاقات التجارية خاصة لما عند البنوك إذا توقفت عن أخذ الأموال ومعالجة المعاملات فشوري ذلك التأثير لكن هذا لم يحدث بعد ولهذا لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يمكنني أن أرى الجمعية العامة تتبنى قراراً من نوع الاتحاد من أجل السلام نظراً لأن مجلس الأمن لم يفرض أي عقوبات على إسرائيل بسبب حوالي 80 فيتو من الولايات المتحدة فإنه لم يسمح لنظام الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع بأن يكون فعالاً في الحرب في غزة يمكن للجمعية العامة وهناك سابقاً لذلك أن تتحمل المسؤولية وتتخذ قراراً يحث الدول على وقف التعاون التجاري والمصرفي والمالي مع إسرائيل بالطبع لن تتمكن الجمعية العامة من فرضه ولكن تخيل لو قررت مئة دولة في العالم وقف العلاقات المالية مع إسرائيل ذلك سيجعل اقتصاد إسرائيل يتوقف تماماً إذا حصلنا على مثل هذا القرار من الأمم المتحدة هل سيمكن هذا المجتمعات المدنية في سويسرا؟ والمملكة المتحدة ودول أخرى من مقاضات حكوماتها لإنشاء تشريعات تحضر على البنوك إجراء معاملات مع الكينات الإسرائيلية لأننا بحاجة إلى ذلك نحن بحاجة إلى أداة قانونية للضغط على البنوك والمؤسسات لوقف العمل مع إسرائيل سيكون ذلك عوناً كبيراً هذا لا يعني أنه شرط لا غناء عنه أعتقد أن المجتمع المدني يمكنه بالفعل أن يطالب الحكومات بذلك في عدد من المقالات المنشورة في سويسرا طالبت الحكومة الفيدرالية بمنع البنوك من الانصياع للإجراءات القصرية الأحادية غير القانونية للولايات المتحدة على سبيل المثال إذا قمت بالتبرع بأجهزة التنفس الصناعي لضحايا كوفيد في فنزويلا أو كوبا فلن يقوم بنك يو بي إس بتحويل الأموال بنك يو بي إس لا يجري معاملات مع كوبا أو فنزويلا أو الدول الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة هذا يعني أن الولايات المتحدة تفرض تشريعاتها خارج الحدود في سويسرا مما ينتهك سيادة سويسرا من تواجد سويسرا حماية بنوستساتي من الإجراءات القروت يهري كالدية غير القانونين غير الولايات المتحدة وان قد تضع الولايات المتحدة نيابة المواطنية مثل بوث أعتقد أن الحكومة السويسرية متواطئة في جرائم الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات لأنها لم تتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة لانتهاك سيادتها أو لحماية مؤسساتها هنا مرة أخرى نرى فشلا في تطبيق القانون الدولي والمعاهدات يتم التسامح مع هذا وتبيضه من قبل وسائل الإعلام الرئيسية المشكلة التي نواجهها هي أنه حتى لو حاولت سويسرا اتخاذ تدابير يمكن للولايات المتحدة بسهولة التحايل عليها الولايات المتحدة لا تهدد سويسرا مباشرة إنها تهدد أعمال بنك يو بي إس في الولايات المتحدة للولايات المتحدة الحق السيادي في أن تقول لبنك يو بي إس نحن لا نحبك لا يمكنك القيام بأعمال هنا وداعا شكرا هاسذا كارثيا لبنك يو بي إس للأسف أمش كلاي مليئتس وليست بسيطة الحل إنها تنطوي على تأثيرات في سويسرا كما تؤثر أيضا على الأشخاص الخاضعين للعقوبات مثل الكوبيين والنيكاراغويين والسوريين عليك أن تأخذ في الاعتبار أن العقوبات تقتل هذه الأنواع من العقوبات على وجه الخصوص تقتل لأنه إذا لم تتمكن من الحصول على الإنسولين وأنت مصاب بالسكر فسوف تموت هذه هي النهاية لذا عليك أن تستخدم ذلك في الحسبان رسوم السويسرا مفردد حاقتما كسرسيمت رسميا قوي ضد النقال والولايات المتحدة بتتوسيع النطاق ويلاي وقضى جيب فكرة التي يم بالعودة إلى غازة الواتس محور تركيز إذا كانت أرسولة فون ديرن ديرلين قد قدمت روايفة إذا قالت منذ البداية نحن الأوروبيون ناس لا يمكننا نونا أن نكون متواطئين في حرب ضد تقرير المصيمة يحاول الناس نسيان تقرير المصير للشعب الفلسطيني حقا في تقرير المصير وهو حقنا كدته مئات إن لم يكن آلاف من قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلخ سويسرا هي دولة تنطرف في جميع هذه المعاهدات الدول الأوروبية الممثلة في الاتحاد الأوروبي هي أيضا أطراف في جميع هذه الالتزامات إنهم لا يطبقون قانون حقوق الإنسان ولم يكن هناك إدانة واضحة لإسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية من أورسولا فون ديرلاين أو شارل ميشيل هنا لديك مفهوم التواطئ بالإغفال لديك مسؤولية ومؤسسة يتطلب منك تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي تكون جميع دول الاتحاد الأوروبي طرفا فيها أورسولا فون ديرلاين فشلت بشكل مشهور في وظيفتها وقدمت لنادتها والراحة لإسرائيل لقد أدلت بتصريحات مسيئة حقا بغيظة ومتغطرسة أعتقد أن التصور عن أورسولا فون ديرلاين قد تعزز بحملة علاقات عامة ضخمة الدعاية لصالحها والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي قوية لدرجة أن الناس في الدول الأوروبية لا يفكرون في أن أورسولا فون ديرلاين قد تكون مذنبة بالتواطئ في الإبادة الجماعية لدى الألمان تعبير رائع لهذا دنك فربوت لا أعرف أيته لغة أخرى لديها مثل ذا المصطلش يعني حضر التفكير لقد تم تلقينك ردد إيها في فكرة تقليدية ذرا ذهن لقلب حضرها تفكر لن نذهب إلى هنا دنك لن أحرر كثر تارف وور هذا حق الألغام نخطير لذلك عقلك يوقفك هذا ما نحاول تغييره نحن نحاول من خلال القانون الدولي والسبل المتاحة والدعاية الإعلامية تغيير هذا التصور ورؤية ما يمكن القيام به للأسف نحن نقترب من نهاية حديثنا الذي استمر لساعة لذا علينا أن نفترق لكن ألفريد أريد أن تمنى لك حظا سعيدا وللآخرين إذا كنتم تويام بشيء مشابه في مكان ما في العالم تواصلوا معي سأوصلكم بألفريد استمروا في الدفع ادفعوا المحكمة الجنائية الدولية لأتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص أعتقد أن هذه فكرة رائعة نعم الآن دعونا نركز على صناعة حقوق الإنسان لدي فصل كامل عن المحكمة الجنائية الدولية كنت من المؤيدين الكبار للمحكمة الجنائية الدولية في البداية وشاركت مع الأستاذ الكبير الشريف بسيوني في صياغة قوانين المحكمة عندما كنت أستاذا في شيكاغو يشرح فصلي أيضا تطوري من مؤمن كبير إلى مؤمن خائب الأمل والآن مؤمن متفائل مع توصية كريم خان بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو أعتقد أنه يمكن يكون هناك ولادة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية ودعونا نأمل أنه من خلالكم ومن خلال أعضاء آخرين في وسائل الإعلام سيتم فهم مفهوم تواطئ المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي وبشكل خاص أرسولا فون ديرلاين يجب أن يدرك الناس أن هؤلاء الأفراد هم الذين يساعدون ويدعمون الإبادة الجماعية ويتحملون المسؤولية المشتركة عنها يجب أن يتعاوث يواصل المناصب مرة أخرى كلمات ختامية إلفريد ديزايس نتحدث إليك في المارل كاردما شكراittel للمشاهدة то بstonesقوى يا رخ رائع شكرا شكرا